موسيقى ونهاد المشنوق تمهيدا لرفع تقريرها برفع الحصان عنهم أو الامتنى عن ذلك إلى الهيئة العامة لمجلس النواب معلومات الوتي في تفيد بأن الهيئة المشتركة أبلغت برفض بطار فماذا بعد يتعين على هذه الهيئة المشتركة أن تضع تقاريرها في خصوص هذه الطلبات وترفعها إلى الهيئة العامة للبرلمان خلال مهلة خمسة عشر يوما بدأت مع انعقاد الجلسة المشتركة وإلا يتوجب على رئيس المجلس النيابي أن يحيط الهيئة العامة للبرلمان بالأمر في أول جلسة تعقدها وإذاك يعود للهيئة العامة إما أن تمنح الهيئة المشتركة مهلة إضافية أو أن تضع يدها على طلبات رفع الخصانة وتبت بها مباشرة هذا قانونيا أما سياسيا فتعلق مصادر نيابية بارزة مطلعة على الملف ومقربة من رئيس مجلس النواب للأوتي في بالقول قد يكون بطار لا يملك مستندات إضافية وقد يكون تمنع عن أعطائها لا يهم فلهم أننا سنسير بالمسار الاتهامي وتضيف المصادر سنستند لكتابي القاضي صوان وبطار للقيام بالمقتضى وفق المهل القانونية التي ينص عليها الدستور وسنطلب إذن الملاحقة والمحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفي هذا الإطار علمت الأوتي في أن العمل جار لأعداد مذكرة بمثابة عريضة تحت عنوان طلب اتهام تطلب التوسع بالتحقيقات وأعطاء إذن الملاحقة بحق كل من دياب وفنيانوس والمشنوق وسعيتر وعلي حسن خليل أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لتحوز على توقيع خمس أعضاء المرلمانة أي 26 نائبا ترفع بعدها لرئيس مجلس النواب فيبلغها للنواب وللمدعى عليهم مع مهلة لهؤلاء عشرة أيام للرد عليها وتعقد بعدها جلسة برلمانية حيث يصوت على إنشاء لجنة التحقيق أو رد الاتهم ما يعني عمليا إذا ما أنشأت اللجنة تمييعا للقضية وترحالا للحقيقة إلى مجلس أعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء غير فعال أصلا للتنصيق حول هذا الموضوع أتت زيارة نائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي الرئيس المكلف واللافت ما قاله الفرزلي من بيت الوسط إرادة أهالي الضحايا بتبيان الحقيقة والوصول إليها ونعتبرها قضية مركزية وأساسية سنتبناها نحن وسيظهر للرأي العامل عندها من الذي يستطيع أن يصل إلى الحقيقة ومن الذي لا يستطيع أن يصل إلى الحقيقة لذلك كانت الهجوشات النظر متفقة إلى آخر الخط أما على خط القاضي بطار فتؤكد مصادر متابعة للملف بأن القاضي مستمر حتى النهاية بالملف ولن يستسلم أما عما يحكى من دفعة استدعاءات جديدة فتفيد المصادر بأن لا دفعة ثانية راهنا بانتظار الاستماع لمن الدعي عليه سابقا إلا أن الأمر غير مستبعد إذا أظهر مسار التحقيق أي ضرورة لدفعة استدعاءات جديدة وبانتظار أي جديد في مسار التحقيقات اعتصام لأهالي الشهداء وضحايا مرفأ بيروت أمام منزل وزير الداخلية محمد فهمي تطور إلى تدافع مع قوى الأمن بعدما منعوا من دخول منزله ولاحقا حطموا الواجهة الزجاجية للمبنى هذا وأصيب عدد من أهالي ضحايا مرفأ بيروت إثر التدافع وقد رمى المتظاهرون توبيت أمام المبنى الذي يقتن به الوزير فهمي قد نجح عدد من الأهالي من تجاوز السياج الحديدي والوصول إلى باحة المنزل إلى ذلك اعتصم عدد من الأهالي بمحيط مجلس النواب من تابعه كثيراً أنت لتدكي اشتركوا في القناة تكتل لبنان القوي أهلا تأييد طلب المحاقق العدلي رفع الحصنات بقضية انفجار مرفع بيروت وأكد استعداد القيم بكل ما يلزم من خطوات لإنجاز التحقيق بما يؤدي إلى كشف الحقيقة وأحقاق العدلي وتبيان كل من قصر وأهمل وارتكب التكتل وعاقب اجتماعه الأسبوع برئاسة النائب جبران بسيل طالب المصرف المركزي باتخاذ كل الخطوات لتكون منصته الرسمية الوحيدة التي تجري من خلال العمليات بيع وشراء الدولار كما يطالب المصرف المركزي بالقيام بواجباته لتوفير المواد الأساسية للأسواق واللجنة الوزرية والوزراء المعنيين بالتقيد بالمهل المحددة بالقانون لإصدار البطاقة التمولية واعتماد خط الترشيد الدعم حكوميا أكد التكتل تطلع بأمل كبير إلى الزيارة التي يعتزم رئيس الحكومة المكلف القيام بها إلى قصر بعبدة أملا وبصدق في أن لا تكون زيارة رفع عتب بل أن تكون فرصة جدية ليناقش مع رئيس الجمهوري بصدق مسألة تشكيل حكومي وفق الآليات والمعايير الدستورية والمثاقية بحيث تولت قبل عيد الأطحى حكومة قادرة على الإصلاح خصوصا بعدما تم تثليل كل العقبات الداخلية من أمامه ويؤكد التكتل بهذا الإطار دعمه الكامل لحكومة تنجز الإصلاحات المطلوبة فتحظى بثقة مجلس النواب واللبنانيين والمجتمع الدولي حكوميا أيضا حرك إقليمي ودولي منتبه في موازات زيارة الرئيس المكلف تشكيل حكومة سعد الحريري للقاهرة هو الذي كان التقى مستشار رئيس الفرنسي للشأن اللبناني باتريد ديوريل حيث عرض معه للأوضاع العامة لسيام الملف الحكومي اتصل الحريري اليوم برئيس الجمهورية العماد ميشيل عون طالبا إليه إرجاء اللقاء بينهما الذي كان مقررا اليوم إلى الغد لحين عودته من سفره بسبب طارئ حل عليه كما أشارت المعلومات وفي هذا الوقت أكدت مصادره للأوتي في أن الاعتذار يبقى خيرا مطروحا منذ أشهر وليس بجديد من دون أن تضيف مزيدا من التفاصيل محيطة خطوات الحريري المقبلة بالتكتم إلى ذلك أكدت مصادر حزبية في 8 أذار للأوتي في أنه بنسبة 99% لا يزال الاعتذار قائما وما يحكى عن مبادرة فرنسية جديدة يبقى بعيدا والحريري سيسمع من المصريين ما كان سمعه منهم بطريقة غير رسمية عن أن أي طرف صديق كالولايات المتحدة وفرنسا لم يتمكن من إقناع السعوديين بتليين موقفهم تجاهه لذلك يبقى أمام الحريري خيران الأول اعتذار والثاني العمل بنصيحة هؤلاء الأصدقاء وهو التشكيل من دون موافقة السعودية على أن يعمل في وقت لاحق على حل الخلاف بين الجانبين وأضافت المصادر أن العمل على إخراج اعتذار الحريري وهو الاحتمال صاحب الغالبية الصاحقة يبقى جاريا فهل يقدم تشكيلة رفع عطب إلى رئيس الجمهورية ومن ثم يعتذر أم يقدم على الاعتذار في مقابلة تلفزيونية هنا يبقى السؤال وهنا أيضا يبرز سؤال آخر عن الاسم البديل وماذا إذا لم يتم التوصل إلى اسم بديل وهو ما يزال واقعا حتى ساعة الراهنة وعلى الخط الحكومي أيضا تلقى رئيس تيار وطني الحر نائب جبران باسيل اليوم اتصالا من الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجي الروسي ميخايل بوغدانوف شدد فيه على الضرورة القصوى للإسراع في تشكيل حكومة قادرة على الإصلاح وعلى وقف الانهيار وأكد بوغدانوف موقف روسيا الثابت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحرصها على الاستقرار في لبنان وأهمية تحزين أوضاع الاقتصادية والمالية فيها إلى ذلك التقى النائب باسيل الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل وبحث معه في الأوضاع السياسية وتطورات الشأن الحكومي رئيس الجمهوري العماد ميشيل عون يدعو المعني بتأليف الحكومة إلى قراءة جيد للفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور مشددا على أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعد من تبه قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى بعبد وأردا على انتقادات توجه ضد رئيس الجمهورية في ملف تشكيل الحكومة موقف للرئيس العماد ميشيل عون عبر حسابه الخاص على تويتر أكد فيه أن من يريد انتقاد رئيس الجمهورية حول صلاحيته في تأليف الحكومة فليقرأ جيدا الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور إلى ذلك أبلغ رئيس الجمهورية الرئيس السابق لبعثة الاتحاد الأوروبي التي تولت مراقبة الانتخابات النيابية في العام 2018 إلينا فالانسيانو التي استقبلها في قصر بعبد أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها في ربيع 2022 وأن لبنان يرحب بوجود مراقبين أوروبيين لمتابعتها كما حصل في العام 2018 وشدد رئيس عون على أن الدولة ستتخذ كل الإجراءات المناسبة كي تتم الانتخابات في أجواء ديمقراطية وأمنية مناسبة مع التشديد على الشفافية لتأمين أوسع مشاركة شعبية فيها ولفت رئيس الجمهورية إلى أن الجهد سينصب هذه المرة كي لا تستغل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون للتأثير على حرية الناخب وخياراته الأمر الذي يفرض تعزيز الإشراف على تمويل الحملات الانتخابية فضلا عن تعزيز صلاحيات هيئة الإشراف على الانتخابات في مجالي الرقابة والمعاقبة ونوها رئيس عون بالتقرير الذي قدمته اللجنة التي رأستها فالنسيانو عن انتخابات العام 2018 والذي أشار يومها إلى أن الانتخابات تمت في شكل جيد مع توصيات بضرورة اعتماد إصلاحات والتأكيد على أهمية مشاركة المغتربين اللبنانيين في عملية الاقتراع وشدد رئيس الجمهورية على دعمه للإصلاحات التي من شأنها تحسين مستوى التمثيل الديمقراطي في لبنان وتعزيز حضور المرأة في الانتخابات لفتا إلى أن النظام النسبي الذي اعتمد خلال الانتخابات 2018 أمن تمثيلا أفضل لكافة الفئات والتيارات في لبنان وأعرب رئيس عون عن أمله في أن تكون جائحة كورونا قد تراجع تأثيرها مع موعد الانتخابات النيابية المقبلة عام 2022 وإلا فإن معايير التباعد الاجتماعي ستعتمد لتأمين الظروف الصحية الملائمة وكانت فالنسيانو عبرت لرئيس عون عن شكرها لتعاون الذي لقيته البعثة التي رأستها العام 2018 الأمر الذي مكنها من تنفيذ المهمة التي أتت من أجلها وأشرت إلى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتكرار تجربة مراقبة الانتخابات النيابية في العام المقبلة وكان الرئيس عون التقى وزير التجارة الفرنسية فرانك ريستر وطلع منه على مسار المساعدات الفرنسية التي تقدم لسيما بعد انفجار أربع آب حيث أكد ريستر استمرار الدعم الفرنسي للشعب اللبناني وفي الصياق أكد الرئيس الجمهورية لريستر أن لبنان يتابع بامتنان الجهود التي يبذلها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لمساعدته على الخروج من أزمته الراهنة والتي تؤكد اهتمامه دائم به على مختلف الصعود السياسية والإنسانية والمعيشية وعرض رئيس عون للوزير الفرنسي للوضع السياسي الراهن والصعوبات التي واجهت وتواجه تشكيل الحكومة الجديدة مؤكدا الحاجة إلى حكومة قادرة من أولى مهماتها إجراء الإصلاحات الضرورية وإزالة العراقيل من أمام تحقيقها لأنها أساس في إعادة نهضة البلاد في مختلف المجالات وكشف الحقائق التي أدت إلى الأزمة التي وقع بها لبنان وتحديد المسؤوليات واعتبر رئيس الجمهورية أن التطقيق المالي والجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان يعتبر محطة أساسية في مسار الإصلاحات لسيما وأن هذا التطقيق كان من المطالب الأولى التي أبداها صندوق النقد الدولي كما أن المبادرة الفرنسية تضمنت في أول بند منها إجراء تطقيق مالي في هذه الحسابات وهذه المبادرة التي أعلنها رئيس ماكرون في الأول من أيلول الماضي في قصر السنوبر تلقى كل الدعم والتأييد على صعيد آخر أبرق رئيس عون إلى رئيس العراقي برهم صالح معزيا بضحايا كارثة الحريق الذي طال مستشفى الإمام الحسين المخصص لمرضى كورونا وعقب لقاء الرئيس عون غرد الوزير الفرنسي قائلا منذ حوال عام التزمت القوى السئسية أمام الرئيس ماكرون واللبنانيين بتشكيل حكومي وبإصلاح البلاد لدر الانهيار لم يتحقق شيء بعد أن التعطيل الراهن انتحاري أصريت على ذلك أمام الرئيس عون مثل ما نشوف الاتحاد الأوروبي ينتهي الجاسية ستضغوط القصوى تجاه لبنان من تابع إجماع على عقوبات أوروبية على مسؤولين لبنانيين قبل نهاية الشهر هذا منتهى إليه اجتماع مجموعة مغرب مشق في الاتحاد الأوروبي ما يعني عمليا أن حديث العقوبات يتفاعل أوروبيا قبل السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت لكن من دون إطار نهائي يحدد نوعية هذه العقوبات والمستهدفين بها فخلاصة مجموعة مغرب مشق التي درست ورقة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل المرفوع إليها منذ شهر تقريبا بعد زيارة بوريل إلى لبنان سترفع تقريرا إلى لجنة روليكس التي تضم مجموعة من مستشاري العلاقات الخارجية في الاتحاد قبل أن تحيله الأخيرة إلى مجلس وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ القرار لتبني مبدأ العقوبات ومعاييرها توافق المبدأي إذن وفق ما تؤكد مصادر ديبلوماسية باريسية للأوتيفي على ضرورة فرض عقوبات وحتى الآن لا أسماء أو مؤشرات حول هويتها حتى لكن الأكيد باتت المعايير الأربعة لهذه العقوبات معرقلو تشكيل الحكومة معرقلو الإصلاحات المتورطون بالفساد المتورطون في تعنيف المتظاهرين أما العقوبات فتتراوح بين حجز أموال ومنع دخول إلى الاتحاد الأوروبي وهذا يعني تحديدا أن المعاقبين مبعد فيهم يحاولوا أموال إلى الخارج أو يستقبلوا أموال إلى الداخل حساباتهم بتصير هي عرضة للقطع والإغلاق من قبل المصارف إن كانت طبعا الأجنبية وأيضا المصارف اللبنانية التي تحتاط وتحاذر التعامل معهم طالما أصبحوا على الإيو لست سانكشنز معلومات الأوتيفي تؤكد أن العقوبات بموضوع الفساد لن تقتصر على مسؤولين السياسيين بل قد تطال أشخاصا في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى مصرفيين لا يستثنى من بينهم حاكم مصرف لبنان وللإشارة فإن عددا من هؤلاء يحملوا جنسية فرنسية أو أوروبية أخرى لكن ما هو المطلوب لتصبح العقوبات تنفيذية هلأ نحن رايحين على مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي وبالتالي هون بدو يصير فيه إما إجماع أو عدم إجماع في حالة الإجماع مشيت هالعقوبات بحال عدم الإجماع فيه إما امتناع أو اعتراض من قبل بعض الدول إذا كانت بعض الدول فقط امتنعت عن التصويت هذا ما بيوقف العقوبات أما إذا اعترضت دولة من أصل الدول اللي بدها إجماع فبتوقف هذه العقوبات كمان إذا الامتناع كان بيمثل ثلث عدد أعضاء الدول الأوروبية اللي هي بتمثل بدورة كمان ثلث أو أكتر من السكان الأوروبيين كمان بتتعطل هذه العقوبات في مجموعة مغرب مشرق حكي عن إجماع مبدئي علما أن لا رزمة عقوبات خاصة بالفساد في الاتحاد الأوروبي فيما توصل إلى مثل هذه الرزمة أمر صعب ويناقش للمرة الأولى في الاتحاد وعلما أيضا أن هنجاريا مثلا كانت ترفض سياسة العقوبات ضد لكن المفارقة وفق ما تؤكد معلومات الأوتيفي أن المجر أبلغت في اجتماع الأمس عن وقف مساعدات لها في مواجهة فارس كورونا تبلغ 7 مليار يورو ما يعزز احتمال ضغوط القصوى للسير بالعقوبات وللمفارقة أيضا لا ينفك ديبلوماسيون والمسؤولون الفرنسيون يجزمون بأن العراقيل أمام تشكيل الحكومة اللبنانية هي محلية وليست خارجية وفق ما تؤكد مصادر الأوتيفي فلماذا فرض عقوبات أوروبية إذا كانت المعضلة اللبنانية داخلية لا خارجية وكيف تكون العراقيل داخلية فيما جانيف لدريان يتنقل بين إيطاليا والسعودية وبروكسيل لبحث الأوضاع اللبنانية وفيما حركة السفيرة الفرنسية في لبنان لا تهدأ بين المملكة العربية السعودية وبيروت في محاولة للحل بعد شهر تموز لن يعود هناك أموال للكهرباء هذا هو التصريح الذي ضجت به المواقع الإخبارية بالأمس على لسان المديرة العامة لمنشآت النفط في وزارة الطاقة أرارلف غالي أخطأت في التعبير هكذا علقت مصادر في وزارة الطاقة موضحة في اتصال مع الأوتي في أن سلفة الخزينة التي أقرت في المجلس النيابي هي كافية لثلاثة أشهر أي حزيران تموز وآب وتابعت شريحة أنه في أواخر تموز سيتم إجراء مناقصة لشراء كمية جديدة من الفيول وهذه الكمية تكفي حتى آخر آب وبالتالي لا داعي للهلع منذ الآن ولكن ماذا بعد آب؟ أعطاء المجلس النيابي سلفة خزينة جديدة للكهرباء لن يكون ميسرا في ضوء معطيين الأول سياسي واسترفض معظم الكتل لذلك والثاني مالي واسترفض حاكم مصرف لبنان المسب الاحتياطي الإلزامي علما أنه لم يعد يملك إلا 400 مليون دولار للاستعمال كما يقول إذا أما سبق تبقى العين على النفط العراقي لإبعاد شبح العتمة الشاملة عن اللبنانيين فأين أصبح هذا الملف؟ مصادر معنية تكشف للأوتي في أن الأمر بات بين السلطات المالية بين البلدين أي مصرف لبنان والمصرف المركزي العراقي وقد حصلت عدة لقاءات بين الطرفين عبر تطبيق زوم تمهيدا لفتح الاعتمادات إلا أن المصادر تقول أن هناك تفاصيل تقنية لا تزال بحاجة للحل وأبرز هذه التفاصيل مسألة فتح الاعتماد بالدولار المحلي أو اللولار بمعنى أن يفتح الاعتماد بالدولار ولكن أن يستعمل داخل لبنان فقط أي أن يحصل لبنان على الفيول مقابل تسديد الثمن عبر هذا الاعتماد الذي يستعمله العراق حصرا لقاء سلع وخدمات من لبنان وبالتالي لا تخرج الدولارات من لبنان إلى الخارج وهذه المسألة كانت مدار أخذ ورد بين الجانبين اللبناني والعراقي أما بالنسبة لتكرير الفيول فتتابع المصادر شريحة أن هذا محلول على طريقة سبوت كارغو أي إجراء مناقصات لكل شحن على حدى لاستبدال هذا النفط الخام بفيول عبر جهة ثالثة إذا صارت الأمور وفق المسار الصحيح فأن كمية المليون طن الموعودة خلال ستة أشهر تكفي نصف حاجة لبنان السنوية مع برنامج التقنين الذي كان معتمدا سابقا وهكذا تعود فترة التقنين إلى حوالي 12 ساعة يوميا بدلا من 20 وأكثر كما هي اليوم ولكن حتى الآن لا موعد نهائي أو رسمي بعد لبدء استيراد النفط العراقي ادعت أنائب العام الاستئنافي بجبل لبنان القادي غد عون على المتقدمين الستي بدعوة تثبت من أهلية رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون للحكم لإقدام على الذنب والتحقير به طعنا بما يمثل كأعلى سلطة سياسية في البلاد كما طلبت إلى قادة تحقيق الأول توقيف المدة عليهم بقضية الذنب رئيس الجمهوري وجهيا أو غيابيا فاصل من وصل بعد النشرة أعود لمتابعة النشرة بعد غلاء أسعار المحروقات بلبنان وسوريا هل عملية التهريب عبر الحدود لتزل مربحة ماديا؟ جورج عبود ما تلب لبنان كمان بسوريا مصيبة المحروقات عم بتطالب شزاياها البلدان محليا ومع اللجوء لرفع الدعم تدريجيا عن البنزين من أجل توفير صرف بعض العملات الصعبة من احتياط مصر في لبنان عم تشهد سوريا أيضا رفع متكرر للأسعار بشطة القطاعات من بين المحروقات ما فتح باب التساؤلات مجددا حول عملية تهريب المادة عبر حدود البلدان بعدها بتوفي مع التجار تهريب البنزين والمزوت من لبنان لسوريا وهل الكميات المهربة هي سبب كافة لشح المادة من السوق اللبناني؟ هالموضوع بعضهم حد جدلوا أخدوا رد فوجهة نظر عديدة رح نستعرضها بالتقرير التالي وجهة نظر بتعتبر أنه رفع الدعم بكل من البلدان بساهم بتقليص عملية التهريب أنه رفعوا السعر الرسمي وبالتالي نحن من مصلحتنا السوريين أنه دايما يرفعوا السعر الرسمي للبنزين لأنه مجرد يرفعوا السعر الرسمي بيصير قريب لسعرنا نحن وبالتالي بيصير عملية التهريب من هون لعندون بتصير أصعب ببطل في حافز أكتر تعمقنا أكتر بالأرقام حيث الدولية للمعلومات فندت للأوتيفي الأسعار الحالية بين البلدان فبالسوق السوري ثلاث أسعار للبنزين تتقصم على الشكل التالي سعر الأول هو السعر المدعوم حيث بيبلغ سعر الصفيحة 15 ألف ليرة سورية أي ما يعادل 4.68 دولار كون الدولار الواحد بيساوي 3200 ليرة سورية بالحسابات على الليرة اللبنانية 4.68 دولار ضرب 20 ألف ليرة لبنانة يعني 94 ألف ليرة لبنانية أي الفرق بين لبنان وسوريا بسعر الصفيحة المدعومة هو فقط 23 ألف ليرة لبنانية علما أنه كل مواطن سوري عنده سيارة بحقله الحصول على 100 لتر من البنزين المدعوم بمعدل 25 لتر أسبوعيا السعر الثاني بنزين 92 أكتان وهو غير مدعوم سعر الصفيحة 40 ألف ليرة سورية أي ما يعادل 12 دولار ونص أما على السعر اللبناني 12 دولار ونص ضرب 20 ألف ليرة لبناني أي قرابة 250 ألف ليرة لبنانية سعر الثالث بنزين 95 أكتان غير مدعوم بيبلغ سعر الصفيحة 60 ألف ليرة سورية أي 18 دولار و75 سانت على السعر اللبناني 18 دولار و75 سانت ضرب 20 ألف ليرة لبنانية أي 375 ألف ليرة بالمحصي للبنزين المدعوم بسوريا متاح مقابل أصايم أما الفوارئ بالأسعار بين لبنان وسوريا والممكن المتاجرة فيها فهي من خلال البنزين غير المدعوم أو ما يعرف بالأسعار الحرة علما أن الفئة الميسورة من الشعب السوري فيها تشتري البنزين غير المدعوم وأيضا عم يلجأ بعض المواطنين بسوريا لباع أصم من حصطه المدعومة وجهة نظر ثالث بتعتبر أن العقوبات الغربية المفروضة على دمشق وتحديدا إنون أيصر بتأكد أنه أزمة المحروقات بسوريا منا بسبب ارتفاع سعره فقط إنما بسبب الشح بمادة المحروقات مما بيجعلها مادة مطلوبة على الدوام مهما بلغ سعره ورح يبقى التاجر السوري يشتريها ويبيعها على سعر السوق الصودة إلى جانب جدلية تهريب المحروقات لسوريا وتأثيرها على السوق المحلي بلبنان معنيين بالقطاع بأكده أنه لا يمكن إخفال أيضا ظاهرة جديدة بلبنان وهي الطلب الزايد على المحروقات الناتج عن عمليات التغزين من قبل المواطنين ومع هذا التقرير نصل إلى ختم هذه النشرة للمزيد تابعونا عبر فيسبوك، انستغرام وتويتر شكرا لحسن متابعتكم وتصبحوا على ألف خير شكرا لحسن متابعتكم